على وقع السلاح تشتد لغة العنف بتكرار مسلسل الاغتيالات ومن رحم الانتخابات خرج صوت الحوار عالياً وتأكدت لغة أغلبية وطنية على لسان السياسي البتز مقتضى الصدر وهذا لم يعجب بائعي لغة الدم والرافضين لصناعة قاعدة أساس في صناعة عراق المستقبل تقوم على أساس الشراكة السياسية الوطنية ولا تحبذ الاتفاق من أجل العراق استهداف مقر تحالف تقدم والعزم تبيعه استهداف منزل النائب عبد الكريم عبطان الذي تعرض لهجوم بقنبلة يدوية سبقه استهداف مقرات أحزاب كردية وسنية لهجمات مماثلة مشهد يعيد العراق إلى مربع الصفر ويزعزع الاستقرار وفي عنوانة مشاريع البناء للبيت السياسي الجديد فأن التعنت وصب الزيت على النار لن يكون الحل الجذري البديل عن عملية سياسية تفرزها الصناديق وتصنع وفق الدستور وتحت رقابة القضاء النزيه يتفق أغلب السياسيين على هذه القاعدة والغرابة اليوم في مفارقة ظاهرة وواضحة وضوح الشمس بخروج العراق من أزمة المحاصصة والتبعية إلى ساحة العمل السياسي المشترك الذي يفتح أبواب بغداد للشراكة العربية والعالمية ويسرع من إنتاجية مصنع الإعمار والاستثمار كل هذا في خطابات زعيم التيار الصدري الذي يكررها مراراً ليسمعها لمن وضع القطن في الأذن من جديد قد تفتح فواهة النار ويسيل الدم إلى الركب كما يقول المتخوفون من المشهد الحالي لذا فإن خيار الجلوس على طاولة واحدة قد يحفظ ماء الوجه وإلا فانهيار العملية السياسية قد يعيد العراق إلى استغلال خارجي قد لا يبقي فيه هذه المرة أي تفرصة للصناعة سيادته المفقودة منذ سنوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة